السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وانساتنا طلاب الشهادة الاعدادية. طلب التالت عددي. الحمد لله خلصنا اربع وحدات. نهاردة هو يوم واحد وعشرين اكتوبر. كمان رجعنا على الجرامر كامل. للاربع وحدات. وحلنا عليه. ما يقرب من الاربعين سؤال على كل يونت عشر اسئلة. واخدنا واجب على كل يونت حوالي اربعتاشر سؤال على كل يونت. تعال كنبدأ بسم الله نشوف حضراتكو حلته ازاي? ونصلح لنفسينا الاجابات بتاعتنا. السؤال الاول بيقولي ازا دكتورز اوفيس. مكتب الطبيب بيكون مفتوح. اوبن هنا جاب معجية مفتوح. تمام? بيكون مفتوح. ات ناين اي ام. تو فايف بي ام. طلبة تحصل او تعمل اعتراضات كبيرة. يا مستر مهيقات بتيجي مع الساعة. انتوا ليه بتجننونا? ليه بتلغبطونا? قلت لغ طب استنى بس. بيقولك الساعة تسعة للساعة خمسة. يبقى من التسعة لخمسة. ومن يعني فروم. اوبا. ده سؤال جامد جدا. الناس قالت النوع اكيد ايه? اكيد غلط السؤال دو. لأ. يبقى من تسعة لخمسة. لازم نقرأ. اليونت ده كان بيتكلم عن حروف الجر والمضارع البسيط. اللي هو بيستعدى مع جدول الموعيد. يعني موعيد سابتة. زي هنا بيقول لي معادي البنك. البنك بيفتح امتى وبيقف الامتى. يبقى على الطول بنحط له اس. هو ده المضارع البسيط. المفرد اس. طب هنا بيقول لي خد الطريق الاول على اول يمين تبقى ايه? طيب الاجابة الصحة تبقى المفروض طب ليه يا مستر? السبب يا جماعة ان احنا بنستخدم حرف الجر لما بنيجي نشير لمواقع. سيكلمة يمين وشمال. يا مسلا على يمينك. على شمالك. يبقى لما بنجي نقول على الاتجاهات نستخدم هنا. تمام? بس. وحعمل كومة وقال لي خش شمال خش يمين. يبقى على طول ده الامر. بص اهي الاجابة. اللي بيجي بعدها زي اللي بيجي قبلها. جي بعدها مصدر يبقى بلها مصدر. ايجوالي جوتوز اقلب ات فرايدي افترنون اه ايه كلمة فرايدي افترنون نختار ايه? هيبقى الاجابة طبعا اون فرايدي. طب ليه مستر اون? احنا بنستخدم اون مع ايام الاسبوع. اون ماندي اون فرايدي. لكن ات بتستخدم في ايه? فوقت المحدد ات ات اي ام ات 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 بي ام ساعة كزا يعني. وكالعادة اون اين ات ايام مشهور وساعة. القطر ده مفرد. يبقى داز. طب ليه مش از? اقول لك ادود دازة زي ما يجي معه وفعله مصدر وهنا قلي ليف. طب هنا على يمينك اون خلاص قلناها. اللي هي رقم تلاتاشر هي هي رقم سبعتاشر. طيب تمانتاشر. لا امر يبقى. كم ايه كمال يذهب الى مدرسة كل يوم? هو ايه? يبقى كيف يذهب كمال الى مدرسة كل يوم? طيب هنا كمال ده مفرد يبقى هنا ايه? داز بكل بساطة. بس كده. لما بنيجي نكون سؤال في المدرسة البسيط بنسأل بدو داز. لو الضمير مفرد هي او شي او ات او ايه مفرد غايب يعني بنستخدم كلمة داز بدل دو. كميل جدا. what time does the next train او the next lesson? انا ما جابش فعل. يبقى ام او از او ار. حالو? ادهم مفرد يبقى بلاي تبقى بلايس. لا. in the افترنون. in the evening. in the morning. how do you i go? not the station. on the station. في المحطة يعني on the station. صح كده يا شباب? هقولك لا طبعا انت ترجمت غلط على كان رجعتاني الجملة. شوف الاسئلة بتوقعك? how do i go? كيف انا اذهب? is the station to the bank? من المحطة لغاية البنك? يبقى برضو from. شوفت الاسئلة? يبقى from. يبقى كلمة from. بنستخدمها عند نقطة البداية في الرحلة. من كزا لكزا. من محطة كزا بغاية البنك. خلي بالك. يبقى المحطة البداية والنهاية البنك. اسئلة ايه? في الجوة. زا بنك? طبعا يبقى ده مدرع بسيط. عشان ده جدول موعيد. ده كده? اهم اسئلة يونت وان. حللنا مع بعض عشرة. ودينا حللنا دلوقتي اربعة عشر. يبقى كده اربعة وشرين سؤال. يونت تاني. وان كان تعمل معاملة الجمع يبقى هنا مش هايز. نزر اسراء. نزر بتيجي مع كلمة or ولا نور? نور. نزر نور. بيجي بعدها ايه? ماضي مستمر. ماضي بسيط. طب وقتها كون الماضي المستمر? زائد زائد اي اني جي. يبقى الاجابة. ماضي مستمر. ماضي بسيط. مالي بيجي بعديه? ماضي بسيط. ماضي مستمر. هتقول لي وين? هاي اللي بيجي بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر. نزر علي or قال له. كان مالي بيجي مع اور ايذر. شطورين. الفيلم كان حقير. حتى مش عارف اقولها غلق. ده اوحش فيلم شفته في حياتي. ايهما اطول ده ولا ده? لما يجي السؤال بنختار من غير الزين. هتقول لي ليه? هقولك ترجم كده? ايهما اطول. نهر النيل ولا نهر السيمس? السيم ده ولا. فانت هتقول لي اطول ما قولش اطول من. يبقى لونجر بس. في حالة السؤال بيبقى الصفة ايهار فقط من غير الزين. ازر. ازر. زين. بتبقى اسمها زين. برافو. بتر زين. هي ريدنج ات 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 وولف اي ام لاست نايت. بس رناتي يعني مبارح يبقى الكلام ده ماضي. ماضي ريد. هي هي ريد. النقطة بس المختلف ما بقولاش ريد. ويل بيجي بعدها ايه? ماضي مستمر. وز او وير. زائد الفيرب. زائد الاي اني جي. كولد زين. كولد صفة سيارة. كولد درزان. وين. ماضي بسيط. ماضي مستمر. وتكوين ماضي مستمر. وز او وير اين جي. وين. ماضي بسيط. يبقى ماضي هير. هيرت. ماضي موضوع سهل جدا خنمننا ديتين ونص ده او تلات ده. الوحدة التالتة كان بيتكلم عن اشكال المستقبل. بيقول لي اسمها جوينج ايه? جوينج ايه? جوينج ايه? زائد المصدر يبقى وينه برضو جوينج. يبقى او بي جوينج. جبت منين الار اللي بتاخد الار وقاعدة اسمها زائد الفرب زائد ده شكل. والشكل التاني زائد المصدر. هنا بقى الجامل يبقى المصدر يبقى لا ده سؤال يبقى لو سمحت ممكن نشتري البيض. عشان هعمل كيكة. يبقى ايام يبقى جملة مظبوطة. انا ايه لما سمعت الاخبار? يبقى ايدي هنا. يبقى انا محبط. اشعر بالاعباط. الاطفال كانوا فرحانين يشعروا بالاصارة. المتطوعين زائد المصدر كلين. احنا بنبيع بيتنا. قررنا. هتقول زائد المصدر. طب ايه الكلمات هتدلق? اكتبها لك يا حبيب قلبي. تبقى سالي. بص يا دكتور. نعمل لها باللون ده. تيجي مع كلمة يرتب. كلمة يجهز. كلمة يحجز. حاجز التذكرة يرتب لحاجة يعني. طب تيجي مع بلان يخطط. ينوي. يكرر. تولي الكلمات الده اللي بتقعها. خلينا في اللي اسرق. هنا بيقول لي. حاجز التذكرة. ام او از او ار. زائد الفرب مضافلو. اي نجي. يبقى ار فلاينج. حضقة الحيوان كانت ايه? تشعر بالاصارة لا تسبب الاصارة. احنا سمعنا ان. انا ايه? انا مخنوق. انا بورد. لاتس دو المشروبات. ام او از او ار. زائد الفرب زائد ال او اي ان جي. وهو ده الترتيب. ده المستقبل. انا مستمتع بالفيلم. انا مستمتع بالفيلم. ده شيق. يسبب التشويق. نكست سمر. بقام جوينج تو والمصدر ترافل. اخر واحدة. زمن المضارع التام. هز او هف تصريف تالت. اي هفنت سليب وو لاست نايت. بص نايت يعني مبارح بالليل. يبقى ده ماضي بسيط. القلم بقطع? يلا ما تقطعش. دي دينت. وي نوت جو. تو سكول يستر دي برضو ماضي. يبقى دي دينت جو. ده انا في الماضي البسيط. زي نوت درينك انيسينك سنس. ارتدي سنس. يبقى مضارع تام. يبقى هز او هف تصريف تالت. وطالب نوت يبقى هفنت درونك. هز او هف تصريف تالت. فور تبقى سنس. اش معنى? جيه يبلاقى مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. هز او هف تصريف تالت. يبقى ترافلد. جاب لي ميد. تصريف تالت. يبقى ميك. اي اي ميك مضارع والميد التصريف تالت. يبقى هنا هز. عشان ماما دي ايه? مفرد. يبقى ماضي ده عايد يا مصد. طب سنس يبقى مضارع تام. هف انت فيزيتد. اللي هو هز او هف ايه? تصريف تالت. يبقى ست كتب الاسبوع ده مضارع تام. هز رد. انا ممكن اكتب هز رد دي كده. بصرف اس رد. ودي اختصار عادي لكلمة هز. زي اس بالزبط. مازن بلاي تنس يسطر دي ماضي يا مصدر. يبقى بلاي يد. راح اربع مرات. يبقى ممكن يروح الخمسة والستة والسبعة. يعني هز او هف تصريف تالت. يبقى ده ماضي. مبسوط اهو مبسوط اهو ده الاسر. هز او هف تصريف تالت. هز او هف تصريف تالت يبقى مضبوطة. بس هنا ده سؤال يا مصدر يقولي هل انت ساروحت قبل كده الشط افر في السؤال والتفضيل. خلصنا هو في تلاتتاشر ديئة او اربعتاشر ديئة. الى اربع وحدات. وهعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني. شرح. وحل. على الجرامر. اذا ربنا يوفقكم يا شباب. ربنا معكم. رقم يهوت. ان شاء لو حد محتاج اي حاجة يتواصل معي. اسلام المصري. السلام عليكم.